بسم الله الرحمن الرحيم فيه كذا نوع من الانرجي ممكن الانرجي بتيبقى على شكل الحركة بيسميها kinetic energy اللي هي الطاقة الحركية الجسم بيتحرك فبعال الطاقة وفيه انرجي على شكل وضع وجسم عالي ده ليه طاقة وضع فدي بيسميها potential energy وفيه طاقة داخلية في أي جسم أي مادة بسبب درجة الحرارة الجزائقات والانرجي الداخلية والتجازب والتنافر وبعضها او حركتها فدي ننسى الانرجي فالثلاث انواع من الانرجي دول بيحكمهم قانون اسمه القانون الاول للدميكة الحرارية القانون ده فكرة فكرته ان الطاقة ممكن تتغير من شكل الى شكل تتحول من شكل الى شكل لكن مش ممكن تفنى وتنتهي او انها تستحدث من عدل وده اللي بيحكم لنا الحرارة والشغل اللي هما بينقلوا شكل الطاقة من مكان لمكان فالطاقة بتتنقل عن طريق حرارة اللي انا بتسميه هيد او شغل تسميه ورغة فالحرارة والشغل هما دول اللي بيخلوا الطاقة تتنقل من مكان لمكان فجسمه ممكن يبقى بارد لكن يسخن عن طريق حرارة تنتقله من جسم تاجه او شغل تحول حركة الى potential energy ستنقل المية من الدور الاول من الدور التالت في شغل في بطخة حطناها تحت في الارض عرفنا نعمل الشغل بحيث ان ينقل المية من مكان potential energy الى مكان potential energy من الدور التالت الكلام نقول انها تتخسب مثل ا نكتب كده نقول انها تتخسب نصص م م الوزع و الى مكان الى م في م في الارتفاع ز تخلينا نتشوف مسألة او مسألة على potential energy نشوف كيف نحسب الانرجي بشكل بسيط وسائل فنشوف المثال على حسابات كيناتك energy فالمثال يقول ان انا عندي مية ماشية في بيب 2 سنتيمتر و الفلوريت الدعمية 2 متر كيو في الارتفاع عايزين نحسب الكناتيك انرجي الراتف الكناتيك انرجي فالكناتيك انرجي بس نحط نطفه عشان الراتف فنطبق الى معذنى فنا محتاج احسب الماس فلوريت وعايز احسب الفلوسط فنبدأ من الفلوسط هو مديني الفلوسط فعشان احسب الفلوسط هابطر على area cross-section فالفلوسط على cross-section area عشان اجيب الفلوسط فعنا عندي 2 اكتب الهونتز ميتر كيو هاسمها على area pi r فpi يعني دي pi والرادية 1 سنتيمتر 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 انا دلوقتي محتاج ازطط الهونتز عشان تبقى meter سنتيمتر فهضرب في فاكتور كنت واحد بحيس ان انا ما غيرش القيمة فعلا انا عندي مثلا 1 hour equal 3600 ثانية يبقى انا عايز 1 hour عشان الهونتز تبقى عشان الهونتز مع الهونتز فهضرب 1 hour على 3600 سنة فدي كده كلمتها واحد فنعم ما عملتش حاجة وبعدين سنتيمتر 1 meter equals 100 سنتيمتر فهضرب 100 بتنبيع عشان هي سنتيمتر سكورد على متر سكورد برضو ضربت فحاجة كومتها واحد فبالتالي ما عملتش انا عملتش فاتنين على 3600 في 100 سكورد فهيطلع في الاكر الرقم 1.77 meter per second كويس هعمل نفس الكلام بالنسبة للا الماس عشان يجيب الماس فلوريد ان انا هجيب الفلوريد واضربه في الدنستي بتاع الميا فتطلع 0.566 kilograms per second وبعدين هاول في المعرضة بتاع الكنetic energy 7.566 بدا M على 2 متر per second وبعدين هتطربها في 1.77 سكورد متر per second سكورد وهلا عندي هنا 20 kilogram meter per second سكورد لا نوتن مدروف متر تبقى جول وقسمع على second جول پر سكورد نوتن مدروف 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 ونوتن هي كيلوغرام meter مدروف مدروف نشوف مثال تاني على potential energy نشوف من مدروف مدروف دماء شمد انا عندي مدروف مدروف بجيبه وبعمله بومبنك من تحت الأرض فهذه الابل هنزل بومبنك من النقطة 220 متر أطلعه لحد 20 متر أطلعه 20 متر فعايز أحسب الفرق البتاع عشان أشوف البومب اللي أنا ههتكها فهنان بلول مجي يبقى 15 كيلوغرامس مضروبه في جيبه 9.81 متر متر مضروبه في فرق بتاع الدستنس اللي هو 42 متر يعني 20 فتطلع 35 35 1300 جون رساكت فذالت تطبيق للمعادلة البسيطة بتاع تخسابات البتنشي شكرا